اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابن المنكذر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالصورة من القرآن اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريدة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي الحاجة التي يريد يسمي الحاجة التي يريد كما بينا اذا كان في مسألة صفر او كان زواج او تجارة او غير ذلك يعني اي امر يكون يمر على ذلك الانسان من هذه امور الدنيا او الامور المباحة فعلى ذلك لا يتقدم خطوة الا بعدما يرجع الى ربي سبحانه وتعالى لان الله تعالى يعلم عواقب الامور يبقى فيه دراسة جدوى لهذا المشروع الذي اراد ان يقيمه وبالتالي على ذلك الدراسة الجدوى تقول ان هذا مشروع ناجح يبقى بياخد مقاومات النجاح يبقى ده الاسباب المادية على ذلك نقول لا تتقدم خطوة الا بعد الاستخارة لماذا؟ لان الله تعالى يعلم ما في غد يعلم ما في غد يبقى حدود علم الانسان ان هذا مشروع يحقق نجاحا او ربحية يبدأ بالموازين او المقاييس المادية ولكن على ذلك ترى لا يعلم المستقبل او عواقب الامور الا رب سبحانه وتعالى فادب وعنوانه العبودية يتطلب من الانسان ان يرجع الى ربي سبحانه وتعالى ربي اللهم اخير لي واختر لي فهذه من سعادة الانسان في استخاراته لرب سبحانه وتعالى في اي امر ينتاب ذلك الانسان اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يسمي الحاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او يقول ان هذا الامر يسميه خير لي في عاجل امر واجله فاقدروا لي ان كنت تعلم ان هذا الامر يسمي حاجة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او يسمي ذلك الامر ان كان شر لي في عاجل امر واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر للخير حيث وكان ثم رديني به ثم رديني به إذا إن كان خيرا فالله تعالى يقدم ويقدر لك ذلك الخير وإن كان شرا يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ذلك الشر فاصرفه عني واصرفني عنه لأن قلب الإنسان قد يكون متعلقا بهذا الأمر يقوم متعلقا بذلك الأمر فيطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يصرف ذلك الأمر عنه كان شرا وكذلك يصرف قلبه عن ذلك الأمر لأنه ممكن يكون لي تعلق قلبي بذلك الأمر وقدر لي الخير حيث كان ثم رديني به ثم رديني به يبقى هذا مطلب بيطلب العدل من ربه سبحانه وتعالى إن كان هذا الأمر فيه شر في دينه ومعاشي في عاجل أمره واجلي يبقى بيطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يصرف هذا عنه وبالتالي بقى الاستخارة تعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم يا ربنا سبحانه وتعالى قدير ربه سبحانه وتعالى عليم يطلو ذلك يا ربي أن الله تعالى يمنحه هذه القوة على إتمام ذلك الأمر كان خيرا وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في غدين فأدب العودية وعنوان العبدية التطلب من الإنسان أن يكون في لجوء دائم يا ربه سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأمور في أي شأن من شؤون حياتي كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ولveis الاستخارة كما قال جابم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالصورة من القرآن زي ما بيعلمهم الصورة من القرآن أيضا كان يؤكد عليه في مسألة الاستخارة ثم قال الإمام بخيراỉ قال باب الدعاء عند الوضوء باب الدعاء عند الوضوء ذكر في رواية عن أبي موسى شعره رضي عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتودى به ثم رفع يديه فقال الله مغفل لعبيد أبي عامر ورأيت بيض ابطيه فقال الله ما اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس الدعاء عند الوضوء دايما كده الدعاء أرجى للقبول بعد الطعاد الدعاء أرجى للقبول بعد الطعاد يفعل الطعاد ثم يدعو عقب ذلك يقرأ القرآن ثم يدعو عقب ذلك يتصدق بصدقة يدعو عقب ذلك دايما الدعاء بعد الدعاء بعد العبادات أرجى للقبول فلذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتودى به ثم رفع يديه فقال الله مغفل لعبيد أبي عامر وطبعا مرت علينا الرواية أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبيد أبي عامر أن عبيد أبي عامر طلب ذلك من أبي موسى الأشعري أن يوصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب له المغفرة فلذلك توضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لما أغفر لعبيد أبي عامر قال ورأيته بيض إبطيه يعني كان يرفع ذيه عند الدعاء فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس قال باب الدعاء إذا على عقبة قال باب الدعاء إذا على عقبة قال أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قال الدعاء إذا على عقبة وكان دا حال الصحابة رضي العام وأيضا الباب التالي قال باب الدعاء إذا هبط وديا إذا هبط وديا وفيه أيضا حديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا لزلنا سبحنا إبقى الدعاء سواء على عقبة أو هبط وديا إبقى كان إذا على عقبة كان يكبر وإذا هبط وديا كانوا يسبحون دا حال الصحابة رضي العنوم وده أيضا نرى أن الصحابة رضي العنوم لم يفتروا عن ذكر ربيه سبحانه وتعالى لم يفتروا عن ذكر ربيه سبحانه وتعالى يبقى على ذلك الإنسان لم يكون في طريقه يبقى على ذلك قد ينشغل بالطريق لكن الصحابة رضي العنوم وهم في الطريق ينشغلون بالذكر ربيه سبحانه وتعالى وبالتالي على ذلك إذا على عقبة كان يكبر وإذا هبط وديا كان يسبح بين تكبير وتسبيح بين تكبير وتسبيح لا يفترون عن ذكر ربيه سبحانه وتعالى وده دايداً المسلم حال المسلم زاد المسلم دايماً هذا هو زاد المسلم الذي لا يغفل عنه زاد المسلم الذي لا يغفل عنه يبقى كان الإنسان في طريق يسير ما الذي يمنعك من التسبيح الذي يمنعك من التكبير من التحميد من التهليل ما الذي يمنعك من الصراع على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا في الطريق هذا يبقى تنشغل أيضاً بالدعاء والذكر هذا ليس فيه كلفة للإنسان الذكر دايما والدعاء لا يحتاج إلى هيئة معينة ولكن على جميع حوال الإنسان يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى سواء كان قائما سواء كان قاعدا سواء كان راقدا سواء كان سعيا سواء كان ماشيا وقفا على كل حال يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى والذكر لا يحتاج كده إلى مرسوم معين ولكن الذكر يبقى على أي وضع وعلى أي حال يبقى لا يفطل الإسان عن الذكر رب سبحانه وتعالى لذلك احنا بنؤكد دايما إسان هو في طريقي يبقى في الطريق مثلا إلى المسجد فقد ينشغل بالطريق وينظر يمينا أو شمالا طب لماذا لا تنشغل بالذكر يبقى الأمر ده محتاج يحتاج أن الإسان يؤكد على نفسه يبقى قبل بداية المسير إلى المسجد يبقى يؤكد على نفسه أن هناك أذكار سوف ينطلق للكلام بها هو يسير إلى مسجدي أو إلى مكاني أو إلى أي مكان كان يبقى ينشغل كده يبقى معنى كده السيري في الطريق معناها عدم الفطور عن ذكر ربي سبحانه وتعالى بس على ذلك يبقى بيستعد ويعود العدة في ذلك ويعود ما هي الأذكار التي سوف يتبنىها في سيري في هذه اللحظة يبقى ده الصحابة رضي العنوم إذا علوا عقبة كانوا يكبرون إذا هبطوا أدين كانوا يسبحون إذا هذا حال الإنسان إذا هذا حال الإنسان زاد المسلم هو في قصر الذكر ربي سبحانه وتعالى وإلا كيف أحقق هذا الذكر الكثير اذكر الله ذكرا كثيرا حققوا إزاي إذا كيف حققوا هل تظن كده أن الواحد يقتطع من وقته ثم يجلس ثم يكون ذلك الذكر لا هذا الذكر كده حتى وانت سار في الطريق حتى لو نسان في أي مكان كان وعلى أي حال وعلى أي وضع كان يبقى يذكر ربه سبحانه وتعالى راقدا يبقى تذكر ربك قاعدا قائما سعيا وقفا أي حال بس هي الآن مسألة محتاجة هو أن الإنسان يؤكد على نفسه أنه لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ويستثمر هذه اللحظات في ذكر ربه سبحانه وتعالى لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارباعوا أيها الناس ارباعوا على أنفسهم ليه لأنهم كانوا يكبرون بصوت مرتفع يبقى كانوا يكبرون بصوت مرتفع يسبحون بصوت مرتفع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارباعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبا وبيعلمهم يعني بيعلم الصحابة رضي العلوم كيف يتعبدوا ربه سبحانه وتعالى إن قال ولكن تدعون سميعا بصيرا سميعا مديبا قريب مديب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بيّن عند الدعاءة عند الذكر أيضا لا يظهر ولا يخافد ولكن يبتغي بأن ذلك سبيلا يبقى بالصوت هو يسمع نفسه وإن كان من حوله وبالتالي على ذلك لكن لا يظهر بهذا الصوت المرتفع لا يظهر بذلك الصوت المرتفع ارباع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبا لا أصمة ولا غائب يبقى تكلم أنت لما الواحد يتكلم إنسان يبقى مش هترفع الصوت إلا بقدر الذي تسمع فلان تسمع فلان لكن لا نحتاج إلى الصوت المرتفع لا نحتاج وكذلك إن كان هو أمامك ولا تحتاج أيضا إلى الصوت المرتفع ومش من مكان بعيد أنت بتناديه فربك سبحانه وتعالى قريب مديب سميع بصير سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريب من عبادي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني خريب وديه دعوة الدعاء إذا دعاه ده يتطلب مني يتطلب مننا يبقى عند الدعاء يبقى لا ترفع الصوت ولكن أرفع صوتي بقدر الذي أسمع به نفسي بقدر الذي أسمع به نفسي لذلك قال إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبا يبقى ليس غائب بتندع عليه ده هيحتاج إلى رفع الصوت والأصم كذلك هيحتاج إلى رفع الصوت فربك شبحانه وتعالى عندما نقول سبحانه الله أي تنزيل رب سبحانه وتعالى من العيب والآفة والنخصان فربك سميع بصير سميع مديم مديم قريب شبحانه وتعالى يبقى يتطلب كده يبقى أدب العبودية يتطلب الإنسان هو عدم الرفع بذلك الصوت الصيح بالصوت كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه قال أبو خريح الله قال أباب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع حتى في السفر كده تالي الواحد لما ينتبه يعني نجد أن كل شأن من شؤون الإنسان هناك ذكر أو دعاء يرتبط بهذا الوضع وذلك الحال قال أباب الدعاء قال أباب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع في يحيى بن أبي اسحاق عن أنس رضي الله عنه ثم ذكر ويا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمر يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يبا الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع يبا فيه دعاء حال الصفر ودعاء أيضا حال الرجوع يبا هو يسافر يبا فيه دعاء وهو أيضا عند الرجوع عندما يقفل رجعا إلى بلدته أيضا فيه دعاء يبا دعاء الصفر ودعاء الرجوع دعاء الدخول للبيت دعاء الخروج من البيت دعاء الدخول للخلاء الخروج من الخلاء دخول للمسجد خروج من المسجد يبا هنجد أن الإنسان يبدأ الذكر والدعاء ملازم للإنسان في كل أحواله وعلى كل أهيئاته دعاء والذكر ملازم للإنسان على كل أحواله وعلى كل أهيئاته قال باب الدعاء إذا أراد صفرا أو رجع فذكر هذه الواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفر غزو أو حج أو عمر يكبر وأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بين غزو أو حج أو عمر لكن في الصفر بصفة عم طالما كان صفرا مباحا يبقى الصفر بصفة عم يبقى دعاء الصفر ودعاء أيضا الرجوع من الصفر ليس يتوقف على الغزو والحج والعمرة ولكن ده يتكلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صفره كان إما لغزو إما العمرة إما لحج قال يكبر على كل شرفه من الأرض ثلاث تجبيرات ثم يقول لا إله إلا الله لو لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير آيبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا آيبونا تائبونا عابدونا ربنا حامدونا فالإنسان يكون تواب وأواب إلى رب سبحانه وتعالى تواب منيب إلى رب سبحانه وتعالى وكذلك مضر لعبوديات الله سبحانه وتعالى لربنا حامدون لا يستحق الحمد ولا الشكر ولا العبودية إلا رب سبحانه وتعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده قال باب الدعاء للمتزوج ثم ذكر ويع أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة على وزن وات من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاء كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبعة وتسع بنات تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم قال بك نعم ثيبة قلت ثيب قال هل لا جارية تلعب أو تلعبك أو تضاحك أو تضاحكم قلت هلك أبي فترك سبعة وتسع بنات فكانت أن أجيهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن فقال بارك الله عليك فقال بارك الله عليك الدعاء المتزوج بالبركة الدعاء Big news قال بارك الله لك يبقى الدعاء للمتزوج بالبركة قال الله تعالى يبارك له في وقتي وفي أهلي وفي مالي يبا الدعاء بالبركة بصفة عامة احنا ذكرنا قبل ذلك باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله عنه دعا له بتكثير المال والولد مع البركة يبا مش الكثرة فقط كده ومنزوعة البركة ولكن دعا له بكثرة المال والولد مع البركة ايضا هنا كيف ندعو لمن تزوج كيف ندعو لمن تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك بارك الله لك وقال أولهم ولو بشاء يبا هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج قال بارك الله لك ودعا كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال له فبارك الله عليك بارك الله عليك وبينا قبل ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه تزوج سيبا ليه تزوج سيبا قتل أبا في أحد يعني قتل أبا في أحد وترك هذا العدد من أخوات جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبالتالي ما أراد أن تزوج سيبا لكي تقوم على شأنه لكي تقوم على شيء يحتاجنا إلى رعاية فتزوج سيبا يبقى هو هنا نظر إلى المصلحة العامة يبقى حتى اضعار المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة وبالتالي قدم المصلحة العامة مصلحة أخوات جابر رضي الله عنه أن تأتي إمرأة تقوم على شيئين ومصلحة أنت تزاوج بكرا ولكن وضحها بذلك مصلحة خاصة من أجل المصلحة العامة لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقت يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم سيبة قلت سيبة قال هل لجرية تلعبها وتلعبك وتضحكها وتضحكك قلت ألك أبي وترك سبع وتسع بنات فكان يا جابر رضي الله عنه أن يأتي بإمرأة في مثل سنينها وبالتالي لا تقوم على شأن أخواته فتزاوج هذه السيبة لكي تقوم على شأن أخواته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك قال بارك الله عليك بما يقول إذا أتى أهلا حتى في قضاء الإنسان لشهوته يعني حتى في قضاء الإنسان لشهوته وفي بضع حديكم صدقة ده حيثاب الإنسان يعني بيثاب الإنسان وفي بضع حديكم صدقة وكذلك أيضا هناك ذكر هذا ذكر أيضا بإذا أراد الإنسان أن يأتي أهلاه يذكر ذلك الذكر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الشهوة حتى عند قضاء الشهوة يبقى الشهوة كده لا تلغي عقل الإنسان لا تلغي عقله ولكن أنا عبد الله سبحانه وتعالى في كل أحوالي فلا أنس أبدا أنني عبد الله سبحانه وتعالى ويبقى مع كل شهن الإنسان وحال الإنسان حتى عند قضاء الشهوة حتى عند قضاء الشهوة إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلاه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلاه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا لم يضره شيطان أبدا حتى عندما يريد رجل أن يطرأ امرأة لا يقع عليها كما تقع البهيم على البهيمة ولكن أنا عبد الله سبحانه وتعالى حتى عند إتيان الإنسان لشهوته لا ينسى أبدا الشهوة لا تنسي الإنسان أنه عبد في عبودية وأديها عند ذلك وهو أن يكون ذكر ربي سبحانه وتعالى قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يبقى من البداية كده ولا ندري إن كانت هذا الأمر سيكون منه إنجاب أو تخصيب أم لا لكن الإنسان لا ينفك عن الدعاء حتى في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الأفعال لا تنفك لا تنفك عن الدعاء وعن ذكر ربك سبحانه وتعالى يبقى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان قال في النوى إن يقدر بينهم ولد في ذلك ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون هناك إخصاب ويكون هناك ولد من ذلك الوطن لم يضره شيطان أبدا لم يضره شيطان أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يصل على هذا الإنسان إن كان بيوسس الإنسان يوسس له وقد يقع إنسان في زلات لكن لن يصل عليه الشيطان قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه من الأدعية التي كان يكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار كان يكثر من ذلك الدعاء كان يكثر من دعاء الله من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما كان يكثر من هذه الأدعية صلى الله عليه وسلم كان يكثر يعني على ذلك كثيرا ما كان يسمع أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك الدعاء قلنا لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يلازم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ملازما له فكان ملازما له يبقى هذه من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ودي أدعية جميعا يعني هذه أدعية جميعا ربنا أتنا في الدنيا حسنة في خلية حسنة يطلب خيرات الدنيا والأخيرة يدعو بطلب خيرات الدنيا والأخيرة وقنا عذاب النار وكذلك يدعو رب سبحانه وتعالى أن يجنبه عذاب النار يبقى لما بنيجي ندعو كده وقنا عذاب النار يبقى المطلوب أنا أخذ بكل سبب الأسباب النجاح وعلى ذلك أركض هذه الأسباب ولكن ألجأ إلى رب سبحانه وتعالى أن يقنا عذاب النار يبقى ليش قنا عذاب النار هو على الانحراف وليس في طريق الاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى لا يبقى لما بنيجي ندعو وقنا عذاب النار يبقى المطلوب أن أخذ بكل سبب أسباب أن نجي من النيران والقلب لا يتكل ولا أركن إلى ذلك والقلب دايما عبودين القلب في نجوء دائم يا رب سبحانه وتعالى وأنه لا يلتفت عن رب سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار ودايما بنؤكد أن هذا هو دعاء الأولياء والأطقياء دايما وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبالتالي مش دعاء كده مجرد فقط يعني زي ما نساين كده يدعو بطلب الرزق هو ماكس قاعد في مكاني لا يسعى لطلب الرزق يقول لا يعني انتبه كده يبقى الدعاء أنا أكلل كل هذه الدعاء ده سبب الأسباب يبقى بنأخذ بالأسباب ولكن ده من أجل الأسباب ده من أجل الأسباب يبقى هندعو بالنصر على الأعداء ولكن فيه تقصير في الأغضب الأسباب فدي السنة الكولية تعرف المحامة يبقى أنا باخذ بالأسباب وعد العدة لمقاتلة الأعداء وعلى ذلك لا أركن إلى هذه القوة كان في العدد أو في التجهيزات لكن دايما لجوء رب سبحانه وتعالى أطلب منه النصر والتمكين يبقى أما نطلب كده النصر والتمكين من الله عز وجل يبقى نحن باخذ بأسباب النصر والتمكين ونكلل ذلك بالدعاء اللجوء رب سبحانه وتعالى نعلم أن مقاليد الأمور بيادة سبحانه وتعالى نعلم أن مقاليد الأمور بيادة السبحانه وتعالى أنه النصر إلا من عند الله يبقى عارفين الكلام ده ليس معناه أننا هندعو فقط وأنا كده لأخذ بالأسباب وبع ذلك ندعو الرب سبحانه وتعالى حتى يستجلب ذلك النصr قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة حسنة الدنيا تتمثل في إمرأة صالحة في رزق طيب في عمل صالح في علم نافع هذه حسنة الدنيا يبقى في الرزق الطيب في العمل الصالح في إمرأة صالحة في العلم النافع يبقى في سعب الدار كلها حسنة الدنيا حسنة الدنيا حسنة الأخيرة يبقى طبعا طلب الجنة وقنا عذاب النار يبقى ابتداء كده يجنب أن يكون وقودا للنار بس بيأخذ بالأسباب يبقى ربنا أتينا في الدنيا حسنة وبيسعى لكي يحصل على المال من سبيل المشروع ويسعى أيضا للعمل الصالح الذي يطالب به يسعى أن يتعلم العلم النفع الذي يطبقه في واقع حياته يسعى لكي عند الزواج أن يتخير المرأة الطيبة ربنا أتينا في الدنيا حسنة ويذهب كده يتزوج بامرأة ليس الدينة فعلى ذلك لابد ما فيش تناقض ما بين أخذ الإنسان من الأسباب وذلك الدعاء يدعو الدعاء أخذ بالأسباب وأدعو ربي سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار هذا أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك قال اباب التعوذ من فتنة الدنيا ذكر في رواية عن مصعى بن سعد من أبو قاس عن سعد من أبو قاس رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة اللهم أن أعوذ بك من البخل وعوذ بك من الجبل وعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر عوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر يبقى أي فتنة بتعرض لها الإنسان في الدنيا سواء كانت مال أو نساء أو أولاد أو غير ذلك يبقى دي كلها الفتنة يبقى شي بيختبر بين الإنسان تلاقي كده بيبتلى بين الإنسان يبقى ممكن إنسان يستدرك من ذلك الجانب ويستدرك من ذلك الجانب يستدرك من جانب الدنيا بصفة عامة المال إمرأة وغير ذلك لذلك وأعوذ بك من فتنة الدنيا أن نفتن في ديننا ونفتن في ديننا يبقى ممكن إنسان بيستدرك من جهة الدنيا من جهة المال من جهة العمل من جهة الأولاد جلية الزوجة يعني يستدرك ذلك الإنسان فلذلك أعوذ بك من فتنة الدنيا صفة عبد الله قال باب تكرير الدعاء وكان ما هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلم بالكلمة أتكلم بها ثلاثا إذا دعا يدعو ثلاثا إذا ما تكرير الدعاء الإلحاح في الدعاء الإلحاح في الدعاء والإلحاح في الطلب فلذلك قالت عائشة رضي العنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبا حتى أنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيء وما صنعه وأنه دعا ربا ثم قال أشعرتي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه فقالت عائشة رضي العنى فما ذاك يا رسول الله قال جاءني ردلان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهم لصاحبي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال يبيد بن أعصم قال بماذا قال في مست ومشاطة وقف طلعه قال فأينه قال في ذروان وذروان بئر في بني ذريق قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي العنى فقال والله لكأن مآها نقاعة الحنان ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخباره عن البئر فقلت يا رسول الله فهل أخرجت قال أما أنا فقد شفاني الله وكررت أن أثير على الناس شر قال باب تكرير الدعاء وإحنا مرعا عنها الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ربنا أتينا في الدنيا حسنة رأيت حسنة وقنا عذاب النار على ذلك يكرر هذا الدعاء يكرره يكثر من ذلك الدعاء يبقى الحاح الإنسان في الطلب والدعاء الحاح الإنسان دائما في الطلب والدعاء يبقى أدعو بمرة إحدى لا تكرر ذلك الدعاء ولذلك كما قال للماء بخير الله باب تكرير الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا استغفر استغفر ثلاثا وتكلم تكلم ثلاثا إذا حال النبي وإذا استاذن ثلاثا ثلاثا إذا دعا تكرير فلذلك تقول عائشة رضي العنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطباء يصحر له حتى أنه لا يخيل الله أنه قد صنع شاو ما صنع وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتني فيه ما استفتيته فيه إما دعا ربه وأن هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الدعاء إما دعا أيضا أمر مطلوب نجد أن تلح على ربك سبحانه وتعالى في الطلب أن تلح على ربك سبحانه وتعالى في الطلب إما لما جاء أدعو كده ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي خلالة حسنة وقين عذاب النار إلي يمنع عندنا أكرر ذلك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقين عذاب النار وبناءتنا في الدنيا حسن وفي الأخيرة حسنة وقين عذاب النار مش المطلوب أن أنا أكرر عشان أقف على عدد معين ولكن دايما الدعاء تدعو الله أنت موقن بالإجابة دي أهم جزئية في مسألة الدعاء ولله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي حيمضي يعني في ذلك القول في أي ذكر كما يمضي الإنسان في أي ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيصر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعاري رضي الله عنه يعني لا حول ولا قوة كنز كنز الجنة تبعو له كم مرة كرر ذلك الأمر دي أذكار لا حول ولا قوة إلا بالله بس لابد من فهم المعاني واستعاب المعنى فعش كده أن أكون ذكراً بلساني والقلب في لهو والقلب في غفلة أن أصل الذكر أن يكون بالقلب واللسان يعبر فيبقى أنت حضر القلب والمعاني دي أيضاً أستحضر هذه المعاني لأن استحضار الإنسان للمعاني ومع تكرار الإنسان لهذه الأذكار لها أثر بارغ في إيمانية الإنسان بيرفع منسوب الإيمان عند هذا الإنسان قال أنه دعا رباً وبالتالي ألحى عن ربي سبحانه وتعالى في الدعاء فقال النبي أشعرت أن الله قد أفتني فيه ما استفتنته فيه فقالت عائشة رضي الله فما ذاك رسول الله قال جاءني رجلات فجالس أحدهما عند راسي والآخر عند رجليه فقال أحدهما لصاحبه إبا ملكان إبا جبري ومكايل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجالس أحدهما عند راسي والآخر عند رجليه فقال أحدهما الصحيب ما وجع الرجل قال مثبوب مسحور من طب من صحره قال لبيد بن أحصى قال في ماذا قال في مشطع مشاطة وقف طلعه قال فأين هو قال في زروان وزروان بئر في بني زريق تقول عائشة رضي العنى فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي العنى فقال والله كأن مآها نقاعة الحدناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البيئة فقلت يا رسول الله فهل أخرجته فقال أما أنا فقد شفى لله وكريت أن أثير على الناس شرا ثم قال باب الدعاء على المشركين قال باب الدعاء على المشركين والباب التاني قال باب الدعاء للمشركين قال باب الدعاء على المشركين والباب التاني ومشارة قال باب الدعاء للمشركين ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأبواب إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم ترجمة نانسي قنقر